كما ذكرنا في الرسالة السابقة زاهر حزب الله بات يعتمد استراتيجية جديدة في عملياته وهي الرد الفوري على العمليات التي ينفذها الجانب الإسرائيلي قبل قليل أعلن حزب الله في بيان عن أنه استهدف ثكنة بيت هلل وذلك بصواريخ الكاتشوشة ردا على استهداف برعشيت الذي جاء قبل ساعة تقريبا من إطلاق هذا الصواريخ استهداف بيئة طيران الحرب الإسرائيلي لمنزل في برعشيت وإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة أمر آخر بات يعتمده حزب الله منذ 17 يوما وحتى اليوم وهو الاستهداف اليومي لمواقع إسرائيلية في مزارع شبعة المحتلة ومرتفعات كفرشوبة اللبنانية المحتلة وذلك في إطار الرسائل السياسية والعسكرية أيضا التي تؤكد فيها حزب الله بأن لا تنازل عن هذه الأراضي في حال كان هناك توصل لوقف إطلاق النار تمهيدا لأي مفاوضات تتعلق بترسيم الحدود البرية وبأن حزب الله متمسك بهتين النقطتين إضافة إلى تمسكه بالانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر والحصول على النقطة بوان رأس النقورة عند الساحل اللبناني جنوبا وبالتالي اليوم كان هناك تصعيد أيضا في العمليات العسكرية من جانب حزب الله عشر عمليات نفذها اليوم استهدف فيها مرتين تلت الكوبرى مثلا وأيضا استهدف مزارع شبع ومرتفعات كفرشوبة وتجمعات لقوات الاحتلال فيها إضافة إلى استهدافات أخرى وذلك أيضا جاء ردا على عدد من العمليات أو الغارات التي نفذها الطيران الحرب الإسرائيلي إن كان اليوم أو في الأيام الماضية استهداف بليدة استهداف عيت الشعب وأيضا استهداف برعشيت مساء هذا اليوم التصعيد الإسرائيلي أيضا مستمر بالغارات الجوية والمقاتلات الحربية شنت عددا من الغارات على منازل في قرى وبلدات لبنانية كذلك الأمر اليوم نشطت عمليات التمشيط بالرشاشات والأسلحة الرشاشة باتجاه محيط المواقع الإسرائيلية وإنما أيضا على أطراف عدد من البلدات اللبنانية جنوبا ظاهر ترجمة نانسي قنقر